إذن متابعين كرام في هذا الخبر العاجل والمهم ومتابعة للخبر العاجل المتعلق بتبنديرة جديدة بالقرب من المنطقة العازلة حيث كما سبق وأشرت قتل عدد من مرتزقة البوليزاريو في قصب طائرات بدون طيار مغربية والمعلومات الجديدة الحصرية التي توصلنا بها متابعين كرام تقول على أن المغرب قام بتصفية عدد من قيادات مرتزقة البوليزاريو ما كنتحدثش على عناصر عاديين وإنما أتحدث عن عدد كبير من قيادات مرتزقة البوليزاريو كانوا يحاولوا يقتربوا من المنطقة العازلة وهنا أتحدث بالمناسبة عن قيادات ميدانية ما كنتحدثش على البعطوش وبنبطوش وذلك اللي معاه بل أتحدث عن قيادات ميدانية التي يرافق العناصر ديال المرتزقة فالمعلومات التي تقول على أنه عدد كبير من القيادة المرتزقات تبندروا في هذا القصف الآخر دير طائرات بدون طيار مغربية هناك عدد كبير من القتلى والجرحة ما زالوا في أماكنهم حتى هذه الساعة المينورسو ما وصلوا لهم والمغرب يرفض على أن المينورسو تمشي تسحب هذه الجوتات ولأن المرتزقات البوليزاريو يدخلوا يسحبوا هذه الجوتات إذن المتابعين الكرام المعلومات الحصرية التي توصلنا بها تقول مجددا عدد كبير من قيادة مرتزقات البوليزاريو الميدانيين تم تصفيتهم اليوم من قبر طائرات بدون طيار مغربية قامت بقصف تجمع أو خلية لمرتزقات البوليزاريو كانت تضم هذه القيادين الميدانيين لكن نشطوا بشكل مكتب في شمال موريطانيا ويحاولوا يستغلوا شمال موريطانيا باش أنهم يقتربوا لمنطقة العازلة وباش أنهم يقوموا بعمليات إرهابية ضد المغرب فالوقت الراهي المتابعين الكرام ما زال كنت سنة تصرب الأسماء والصور ديالهاد القياديين وفور تسريب الأسماء والصور سنشاركها معكم أنا متابعين الكرام لأن هذه المسألة تزعج سواء نظام حضارات الجزائر سواء القيادة ديالمرتزقات البوليزاريو لأنهم لا يريدون هذه المعلومات لا يريدون هذه المعلومات تخرج فبالتالي فور تسريب هذه المعلومات سوف أنشرها معكم هنا ونشرح طبيعة الحال في باقي مواقع التواصل الاجتماعي فمجددا متابعين الكرام التحية الخالصة لجميع أفراد القوات المصلحة الملكية المغربية خصوصا في الحزام الأمني وفي الحدود وفي كل بقاع من المملكة المغربية متابعين الكرام سوف أوفيكم بالمزيد من التفاصيل في قادم الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر